نرجع لمتابعة أخبارنا بخصوص طبعا موضوع الأسعار اللي بقالنا يومين بنتكلم فيه النهاردة دكتور خالد حنفي وزير التموين أعلن أنه تم إرسال عربيات متنقلة ومحملة بالخضار والفكهة اللي بحل المواطنين بأسعار مخفضة يمكن أقل بنسبة 25% هتكون موجودة العربيات دي في الميادين وفي المناطق الشعبية من ناحية تانية المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين قال أنه تم الانتهاء من تعميم تطبيق منظومة الخبز الجديدة في مختلف المحافظات من النهاردة واللي من خلالها المواطنين يقدروا يحصلوا على العيش بالكروت الزكية بمجرد تطبيقها في محافظة أسيوت